على هامشي فعليات كوب 27 شهد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي مرسم توقيع خطاب الزام بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والشركة ماونتن بيو للاستثمار العقاري بشأن إنشاء مدرسة ماونتن بيو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بموقع يتم تحديده لاحقا وعلى هامشي التوقيع أكد مدبولي أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعد آلية موثوقة للتعليم الذاكي المتقدم الذي يتيح للطلاب لاندماجه في سوق العمل فور التخرج وتلبية متطلباته الحالية والمستقبلية التي تعتمد بشكل رئيسي على مرتكزات الثورة الصناعية رابعة مشيرا إلى أن تلك المدارس تعمل على تزويد الطلاب بالمهارات والقدرات التكنولوجية للمنافسة بقوة في سوق العمل